وقعت وزارة الثقافة والشركة المتحدة الخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون لإدارة وتشغيل سينما الشعب واتفقت طرفان على تطوير مشروع سينما الشعب خلال الفترة المقبلة وتنويع المحتوى المقدم وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات كانت وزارة الثقافة قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع سينما الشعب حيث تعرض الأفلام في قصور الثقافة بالمحافظات مصر المختلفة بمقابل مادي بسيط يبدأ من 20 جنيها وذلك لإتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة في قصور الثقافة